لذا التحالف العربي بالصمت تجاه التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن وعندما أصدر موقفه كان متماهيا مع المواقف الدولية التحالف الذي جاء إلى اليمن ورأى ستار دعم الحكومة الشرعية ويستمد شرعية وجوده منها دعا ما أسماه جميع الأطراف وليس الطرف المتمرد إلى سرعة إيقاف الاشتباكات وإنهاء جميع المطاهر المسلحة قال التحالف في بيانه إنه راقب بكل أسف عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهديئة في الواقع لم يستجب التحالف لمطالب رئيس الحكومة الشرعية والذي طالب الإمارات تحددا بموقف صريح من أحداث التمرد التي قام بها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم منها ذهب التحالف يردد نفس الوفردات الصادرة عن العواصم الغربية رغم أنه يستمد شرعيته القانونية وتواجده في الأراضي اليمنية من الحكومة الشرعية التي ساوى بينها وبين ميليشيا التمرد الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والأمم المتحدة أصدرت بيانات مليئة بالقلق المعتاد ودعت جميع الأطراف في عدن للجلوس على طاولة الحوار كثير من هذه المواقف تم اختبارها قبل سقوط العاصمة صنعاء في قبضة ميليشيا الحوثي لكن الواقع على الأرض مختلفة بالنسبة للمواقف الصادرة عن العواصم الغربية فهذا ديبنها منذ عقود في كل قضايا الحروب والصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط لكن ماذا عن التحالف العربية المسمى تحالف دعم الشرعية في اليمن؟ يتساءل اليمنيون الآن هل تحول إلى تحالف دعم الإنقلاب على الشرعية في اليمن؟